السلام عليكم ورحمة الله جمهورية الجزائرية نحكو على هذا الموضوع ونحكو على تنزاواتين تنزاواتين وشارع يصيروا الأحداث باش مخلوهاش الناس هذي وديروها بوليميك وديروها حاجة كويكبروها بزر جماعة عبدو سمار وزيطوت ويغتلموا فيها فرصة وجماعة الففاس وجماعة الفيس هذو اللي هم يديروا الصابوتاج تعدولة الجزائرية الصابوتاج تطور الجزائر الصابوتاج تخرج من الغرقة نتاعها الجزائر باش مزيش تغرق في عشرين عام اخرى في غيمومة اكستر انا الزيارة هذي نشوفها زيارة مهمة بزر زيارة تعفال خير نقدروا بالدرجة تعفال خير بزر بزر زيارة على أمين زروال أمين زروال ميتحركش بوريا إنسان كبير ماهوش إنسان قاعد يلعب ولا يتمسخر إنسان لازم يصفي الضمير تاعه لازم الضمير تاعه يكون مهني رايح أمين زروال كنشا كنشاف باللي زيارة تاعه هذرا هي كلعبة باشي يكالم الشعب ويخلي الأمور تمشي هكذا وخيانه من الشعب الجزاري مايروحش إنسان كبير ومجهة ربي ومجهة الشعب امين زلوا لكم عينو شوفوا غير هذي برك هنا يا علي بوك نسمع هذي الفيديو برك نسمع هذي برك موسيقى السلام عليكم مشاهدين الكرام إنما كنتم مهلا بكم إلى موجزين من الأنباء من قناة النهار والبداية بالعلوم الرئيس والسابق اليمين زروال يتمسك بموقف عدم الترشح للرئاسيات ويؤكد على ضرورة منح الفرصة للشباب منح الفرصة للشباب وكان مع الحراك الـ 20 فبري نهضر الحراك الـ 20 فبري 20 فبري سمعوا مليحة مشاهدين أهلا بكم إلى تفاصيل هذا الموجز قال رئيس الجمهورية السابق اليمين زروال ردا على من دعوه إلى الترشح للرئاسيات المقبلة أن الجزائر ممتلئ بالرجال وليس فقط فلان وفلان داعين الجميع إلى يعطاء فرصة للشباب مضيفا قائلا أنا عمري 72 سنة ثم دع الحاضرين وكافة المناصرين أمام مقر إقامته بحي بزران في مدينة باتنة إلى احترام موقفه الداعي إلى تداول على السلطة وفتح المجال غير خاصة الشباب منهم سعيد حريقة رصد التالية مجموعة من عندكم ينتقل معهم في كل حاجة كل صرفة مستخدم الپنحان مستخدم الناس مستخدم الناس مستخدم الناس لا تلقى سمعتوا لازم تقدروا الموافق التاعي والثيقة التاعكم غالية بزاف وحاجة صعبة لأنها كوني يقولي رئيس ولا هكذا راهي بس كما نقوله حاجة كبيرة كبيرة بزاف تقعد في العاتق مهمة كبيرة موش لعباء مش تمسخير موحبش يكون الضامير انتعوي انبو والكلام بالتطقيق راني نقوله الاخوان من اشتقبلنهم مع الثاني ما زالوا نحتاج الكثير من الناس نزال كما رفض زروال فكرة تعرض بعض المناطق إلى ما يصطلح عليه بالحجرة في رد له على أحد الشباب وقال في هذا الشأن لا توجد حقرة اوكلوا امركم لله اوكلوا الامر تاعكم لله لأنه كان في الفندو فيفري هذا الدليل ان امين زروال كان مع الحراك باش الشعب يتحرك باش الجزائر تصفى وتبنى باش الشعب يفوق الروح باش تنظف الجزائر هذه الفندو فيفري بسحة الان كي ولا عدنا رئيس وسلم تلقيت صالح الله يرحموا هنا بنت هنا جاء لامين زروال لانه خلاص ارتاح والضامير نتاعوا هنا نظروا كي هنا كي جاء تغير بارك باش جاي زور رئيس الجمهورية تبون سيبا بوريا كون جاي زور و باش يخدع الشعب والضامير تاعوا يأنبوا سمعتوا واش كان يقول يا هادرك بقبل المسئولية والضامير اكستيرا او واثق وعلى باله بنفسه ما يلعبش بالشعب اول حاجة ما يلعبش من جهة ربي وما يلعبش بالشعب بس كما بقى هو كبير في العمر والعمر هذي تدي ايه واحد سغير وكبير لانسان واثق في نفسه احنا داير مهناش راح نعيش وقران في الدنيا هذي نعيش وغير عدنا قرن وشوية اذا كان واحد هذا كعمره ويزيد فوقه 100 داير غير فوت 80 عام عنده حتى فايدة كلش ميت فيه المهم زروال كيجا هنايه باش يبين مهوش يلعب باش يبين الشعب اللي رايز جمهورية البونة ومليع وراي دولة جزائرية تنهض باش الدولة الجزائرية هذي تنهض لازم الشعب يفوق الروح لانه لا يتمو صلاح الدولة الا بعد صلاحي شعبها لازم الشعب يعود يشوف اش راي يدير يشوف الاخطاء اللي راي دارهم اخطاء مش كان يغير في الدولة كان في الشعب كذلك يجب يشوف الشعب اللي اخطاء متاعه يشوف الغراقي اللي شافهم يشوف السراه ويشوف الامراض اللي صاباته اكسترا يحاول ينظف لازم ينظف بلاده وينظف كلش انا هذي طبقات اللي عاش وقت المجاهدين اللي عاش وقت الارابي يجب دروحهم ربي حيشهم يجب دروحكم خلوا هذو الشباب اللي طالعين ميت كونطاميناوش ميت تعداوش باش يبينوا الجزائر ويكتاش مستينات وحنا مرضى فرنسا تعدى فينا اكسترا الشعب الجزائري تحطم اكسترا انا نتمنى كل العرشية ترجع العرشية والعرشية فقر واحد كل ما يشوف بلاسة وان كان العرشية عندهم واحد جيني ولا زوج ولا ثلاثة يبنون لهم مؤسسة يبنون لهم ايزين ولا شركة ويخلهم ينبعوا ويخدموا يطوروا باش الشباب هذك تعالناحية يخدم لازم يدعموا بعضاتهم يعاونوا بعضاتهم يخيروا الشباب اللي عندهم درجة ذكاء ويخدموهم كان الحلول في الجزائر لان الحلول تجي من الشعب باش من الدولة الدولة غير تساهم باش تنظم وتمشي اكسترا الان احنا الهدف تاع الفيديو هذي باش نبينلكم باللي نسمعه شوية واش راي يقول لي ياسر رحماني اكزاكسر رحماني هذا الامر مفروغ منه لكن كل واحد يخممو شبغة يديرو شبغة الله يسهل الجزائر تاع الجامع كل واحد هذا الامر نعمر تحرم يديرو وفاعل حقا مهما تبون وفاعل حدث معا وفاعل حقا مهما تبون وهو عسكري قدين ضيور كي يدى ميسيون لدى دوسير فونكسيون بلوزير ربريز وأكينو له كل الاحترام على كل حال نهار حكم الرئاسة تخلى عن المنصب انتاعه لأنه لم يفهم فيها بولون دورك أنا كي جي تلقى تبون عندي أنا كي سا سينفيه سمعتو غيكو موفهم فيها بولون سمعتو هو اللي موفهم فيها بولون هو كي قل يقول لها أنك كنت تخدم في الدياراس هذا كان يخدم على التوش كان لليكار كان يحتاجه يدير حاجة هكذا يعيطول ويديرها وخلاص هذا ما كان يفهم فيها ولا هذا يقول لك كراني يكون في الدياراس ما كانش منها هذا كان في الدياراس بصح على التوش هذا ما على بالبولو هذا هذا قاعد يكريتكي في المينزر واليقول لك ما هو فهم فيها بولون تبوني قدرت تلقى حتى كي سينجر ما يعني ذلك؟ لا يوجد بوليميكي هذا ما يدير الخير في الجزائر وهذا ما سيتر فيها الخير أباراً لذلك يوجد هذا ما يوجد بوليميكي يوجد بوليميكي نرجع ببارك الحكاية لذلك ذروال ذروال كان رئيس دولة جزائرية أول حاجة دارها جبتين جبتين على جهاز الأمن لأنه على بالبول الكارت تعدى الدولة وكل الشيش هو جهاز الأمن إذا كان جهاز الأمن في صفك معناتها الزار يرتبع بالصح مالورزمو الله غالب مالورزمو الله غالب الخلفية كانت مش ملاحة ولكن نصروا فيها اختراقات بسبب هذا العبد العربي بالخير هكتشوفه العربي بالخير مع بن فليس هذا هذا هو السبب الجزائر تخلف الجزائر هذا هو السبب الجزائر هذا العربي بالخير هو هو كان صغير عندما كان في الجيش هو تبع الفرنسا عمين يهودي الله يرحمه هذا اللي خرب الجزائر هذا هو اللي شبكها وهذا هو اللي شبكها فيها جهاز الأمن هذا اللي خلى جندي ولا جيدان شاف يكون يخدم عدد الكورونا الأمين ولا سكرتار وتحكم في الكزانة هذا اللي خرب الجيش خرب الأمور جهاز الأمن حيث بأن أوروزمو tim حيث أن لدينا أسنع أمين كان رئيس كان في الجيش ولا رئيس إن لم يوت عنده الاركان في الجيش حيث بأن الحيث يتقل أن يصخنا قاعد صح لتكلم السنين هو يتقل سنين كأنا خبرنا ما هو الصياد الحوت يحكم الشبكة و يضرب فيها نهار و نهارين و يفك فيها لكي يستطيع الوقت هذا النهار يسيدي الحوت هذك هو الشراكين صار في الجزائر كانت جنود، كانت زجيدون، كانت في الجهاز الأمن، كانت كابرانات، كانت يوتنوت، كانت انفيستي كانت انفيستي معمرة بالقرب الوات، مخلطة، بيديمي مخلطة و بوضيوف و مصلك شو ماذا يرحمه؟ مخلطة و نظفها جابتين نظف مقدرش، مقدرش حتى نجابه له التوفيق التوفيق زاد غرقها و زاد شبكها بلي عمليها و المهمتها للقيت صالح الحمد لله تريز انتليجون هذا دليل باللي ان القيت صالح لا يرحمه تريز انتليجون جنرال كانوا معاها نظفوها، نظفو الجيش نظفو الجيش لمين زروال؟ جاء و زار جاء و زار تبون، هذه هي باش مدلو المصداقية باش يبين الشعب الجزائري بلي جزائره في التحسن جزائره جزائره جزائر جديدة و لازم نترجع تديروا ثقة في الرئيس تبون، هذه هي نحن نتمنى ترجع ثقة بين الجيش والشعب بين الجيش الجادارمية والجيش للا بوليس والشعب والا بوليس، شعب الجادارمية والشعب والجيش، شعب القيادة والشعب مع الشعب لازم ترجع الثقة هذي باش نبنوا الجزائر، نفوقوا رواحنا لازم منعدوش، فو با كونتاميني ما لازم نعدوش الشباب بتاعنا، منديروش العدوى هذي الأمراض اللي فينا تعال الحقد والهياجان والعيات والكسترى، هذي باش رعنا نضعت في الفيديو الناس كي روح يسموا ويسموا وغير في الناس اللي هيجوا ويسبوا يسموا في زيتوت، امير ديزاد، اياس رحماني باسكو علاه يسبوا ويهيجوا ويسبوا في الجنرالات، الشعب رح يتبعهم ويدلهم اللايك باسكو يشتوا الهياجان لازم ان الشعب ينضف راسو ينحي البلوكاج هذو وفوق الروحو هذو هم قاع عراقيل، بسيكولوجية عراقيل، هذي بسيكولوجية لازم الشعب ينضف يهتم بروحو يبني الجزاء لأنه ما يصلح رب ببلاد إلا بصلاحي شعبها نجو القضية تيزان تين زواتين تين زواتين أنا كي شفتها ومات فيها واحد اكسيترا اكسيترا يقول المنطقة هذيك راه في خطر كبير هذك المنطقة المنطقة هذي راه في حدود المالي والمالي راه انفيستي بالتيروريزم والتيروريزم هربوا بكري من نهاية الالفينات وما هابطين فما مامتج مع الداعش هم فما يدوروا راه مخلطة راه انفيستي راه فيها لعبات كبيرة يحوص يدخلوا على الجزار الجزار كدرت الجدار الواقي هذك و هذك القرياج اكسيترا باش تحمي الحدود سيبابوريان هي سيفريه بكري كانوا في التسعينات نشفلها كانوا كانت الامنة البلاسة هذيك كانوا توارق يروحوا المالي يسلعوا يخدموا يجووا ويدخلوا 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 الامور والجيش مخليهم الامن تانا مخليهم لابنوا يعيشين بس الان لان في حالة خطيرة كون هذك تكون هفوة وتكون انفاعد بالعدد تانا معنات الارهابيين يدخلوا الجزار تانا مالي وتتخلط الامور انسان واحد يفقر رعو بكري في التسعينات كان الارهاب في الجزار ولكن في جهة هذك جهة جنات وجهة تزنواتين زواتين كنت امينة كنت الناس تدخلوا وتخرج في الثلاثة تسعين رحت الجانت حوص فيها جانت قاعدت في مسمانة لكن ارهاب الامن كانت الدعوة هيلة الناس يتاجروا اكسترا رحت نحوص في السوق لقيت واحد مش فعلها نضحكم شوية رحت السوق لقيت واحد حط مفرش حط بطا لحظة برك شتو بطا لحظة الحليب بتاع الولاد الصغار بتاع البودر بطا لحظة علي بوك اسموها بطا لحظة حطها ويبيع فيها أنا قاعد نضحك عليه حكو صغير قاعد نضحك عليه حكو صغير بطا لحظة جاني واحدة محمد قال لي عليك تضحك قال لي شوف بطا لحظة ويضيع في وقته ويبيع فيها قال لي يا مدخمم شهذا وراها وسيميرو مارك تاع اللحظة معناتها من الامثال وهذا كسيد بزاف لا مديروا كنتربوند عليها كنتربوند فيما الحدود الجزائرية مع ليبيا كان مئتين كيلومتر باش تروح من جانات ليبيا بصع عن طريق الجبال ولا هذك الدين تاع الرمل عشرين كيلومتر فقط عشرين كيلومتر بلاسة خطيرة وجانات هايلا واحة كبيرة حوث فيها الله بارك انا حاول الصحراء تقريبا كل رحت الجانات برشار تيميمون ادرا ورق لغرداية قلبت هالجزائرنا حاول الصحراء تاعنا الحمدلله ورحت الطيارة غير باش تروح برك من ورق لالجانات عندك مئة سينسان كيلومتر عندك حوالي سينسان كيلومتر تاع الرمل الصفر وفي سينسان كيلومتر الارمال الأحمر وفي سينسان كيلومتر تاع جبال الرمادي هذا المونطان غريز انا حاول جانات جانات واحهة كبيرة فيها كان الحيوانات هم غريبة تشوفوا والله ما تعهم عسل جنتها روعة ثم كانوا جماعة المالي كان يدخلوا تعال أنزا هذوك تعال تواري يروحوا المالي والنيجر ويدخلوا الجزار كانت آمنة دعوة بكري ما كان جهاز آمن قوي فيما هذه باش نحكي عليها باللي وزيت على الحدود تعاليبيا عشرين كيلومتر برك على الليدين عجبان وتروح لتدخل ليبيا الطريق ونورمال راي ميتين كيلومتر إذن تين زرواطين هذه راي العدود اسم محمد راي منطقة خطيرة بزاف بزاف راي علبة كنت صرعنا غير ينفعي في العدود ولا يخترقوه هذو الإرهابيين ويدخلوها راحة الجزار اسم محمد صارحة الصحرة تعنا يقضوا عليها ويتحكموا فيها وشبه تولي أنفيستي إذن مش رايسرع الإنسان ما يلعبش لازم الإنسان يكون مع الجيش تعه كل جيش تعنا غالط هو الظالم ولا سرعة حقجة ولا الحرس الحدود وما الظالمين اكسترا كلهم ظلموا بكري في وقت جانت جانت كانوا يدخلو الناس كانت بكري كونتربوند يهربوا بالسمية تارو مارك للحظة من الجزار يدوها الليبيا ويدوها النيجر والمالي اكسترا والدولة تخلي فيهم كانت مدعمة بكري السلعة والناس تخلزوا على بالهم باللي أما عايشين بها كانوا لبس بهم عايشين بس على الآن راح يدعوها راح يمزيرها هاي معمرة بالإرهاب نحكي كم حكاية برك على جانت علي باوك باش واحد يقول له هذو كن الناس فقارة اكسترا واكسترا جهة ورق له أنا لافيري تيمي نحكي وش صرع وش صرع لي في جانت كنا في جانت بعدنا سمائنا كنا نكرو في أوتيل بداي ينقصوا الدرام على بيتنا مرة في البرة البرة كانوا جمعتها الأنزيج وهابتين ملا في النهار هذي قلنا لازم نروحو المطار باش نشوفو الطيارة ونروحو على رواحنا باش غير روحو باش المطار لازمنا تقريبا 20 كيلومتر المطار بايد على جانت لازمنا نركبو في الكات كات 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 غالية لازمنا بيس عنا قلنا نشوفو بيس باش كما نقناش الدرام بازز ملا ما كانش بيس قلت أنا راح نشكي للشاف دايرة تاحهم وللبلدية في المعلي باك كرح تنشكي لنلقات تورق قاعدين هما على باك غير رمل كاين رمل ويتفرشوا هما يقعدوا في الرمل بلا ما يفرش الرمل تقعد فيه ما يوسخكش منتفرشين وقاعدين يحكوا يقصروا وراحت لها ماناية دخلت بلدية قلت لك شماك هنا بيسدلونا بيس خلونا نروحو المطار كسيتارا قلت لك ما كانش معدناشو ما لقلت لهم يا جماعة وعلي هذوك الفقر فيكم كيف يسافر مسكين كيف يدير باش يسافر ناضلي واحد قالي محمد بنين جينتا قال لك هنالفقر معدناشو قال لك خرفين لبسك الذبها محمد يوقع عندهم دي كات كاتا طيوتها هذيك عندهم من في هذي في التسعينات دي كات كات عندهم يمشوا غير بلي كات كات يبيعوا غير فيلي كات كات يعني الناس عندهم الدرام عندهم الذب هذيك مع لي كونتر باند ومننا ومننا في جهة جانت يجي واحد يقولي هكذا واغذا أنا عشتها بنفسي والحمد لله سلكنا وكرينا لقينا واحد جا كرينا كات كات رحنا لقينا فيها طيارة جد مادية شوية عسكر ركبنا معهم وجينا مروحين روزمون على إيباك كان جانت هذي جانت روعة جانت جانت فيها دولين كان لين مع فرانك فورت واحد اللين واقل مع ليون لفرنسا مع باري واقل سيرتو وفرانك فورت اللي ظلموا جيشتو يحوسوا جانت فأنا نتمنى صحراء الجزائرية قاعدين نوض يتحلوا فيها التوريزم والإزاجونس والمطارات وباش السياحة تكتر رياع الجزائر مع مرة لأن جانت روعة روعة بزي جانت تمر عاصل بشار تيميمون يا دين الله آدرار روعة الجزائر هذه الحكاية يجبناها باش نقوله باللي يا جماعة ديروا ثقة في الجيش تاكم ديروا ثقة في الرئيس الجمهورية هذا رأنا في الحدود كان خطر وهذا النص رأتتلاعب يحوسوا يفوتوا لي باري والحدود حنا لابن نتوارق مع دمش حدود بكري بسكو عندهم يزوجوا مع عندهم يبادلوا مع جهة المال يزوجوا مع بعض يبادلوا يبدلوا السلحة مع بعض اكسترا فاميليا وحدة ولكن ذوك رأي الدعوة رأي خطر في جهة المال كي رأح الخطر هذا من المال ويقضع التوريروريزم هذا كل وقت الحدود تتحل وترجع الأمور إلى مجاريها إذن الحادثة تعتزن واتين زواتين ما نكبرها ما ولو رأي داخلها في الأمن تعالجزائري ونجب نأمن على الجزائر إذن نرجع المهم نرجع هنا شوفوا هنا مع زروال ما جاش بوريا وراه هذا الجز اللي داره راح يسئل عليه والضمير تعوي إذا كان يدير في الخطأ من جهة ربي سبحانه أولا وبعد من جهة الشعب أنا في هذا الحال الإنسان زروال سيبا بوريا كي يجي معنا ترى واثق وش را يدير وإن شاء الله رئيس جمهورية عنده كاريزمة مليحة تبون عنده كاريزمة رئيس عندنا رئيس جزائري سبحان الله أنا الحمد لله فرحان تبون معيز جمهورية عندنا رئيس عنده كاريزمة عنده كاريزمة جزائرية رئيس جزائري حسب الجزائريين المهم هذا هي وتحيير جزائر تحيير الشعب الجزائري تحيير جيش تانا لراه صار على حماية الوطن وليزم نوكفو مع الجيش تانا ونبقى ووكفين لأنه الجيش نضيف ونضف القايد صالح والله يرحم القايد صالح لنظف الجزائر ولا رح نفك هذه الشبكة هذه معقدة لعقدها المرضى عمالة فرنسا الله يرحم القايد صالح وقراس القايد صالح اللقاء هذا بين يمين زروال وتبون ورب إن شاء الله يدرنا دولة جزائرية جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وطلق في روحكم مرجع مرجع صلى الله